أبدأ معك سيد ريتشارد من واشنطن بعد مرور أكثر من سبعين عاماً هل ما زالت الولايات المتحدة بحاجة إلى الناتو؟ نعم أعتقد أن الحلفاء يخدمون أكثر من غرض للولايات المتحدة بالنسبة للشراكة الأطلسية وبالنسبة للعالم أو بالنسبة للولايات المتحدة لكثير من الموارد الإضافية القوات الأوروبية والكندية التي تشارك في بعثات دولية مع القوات الدولية الولايات المتحدة لديها إمكانية استخدام قواعد في أوروبا وشراكة مع كندا أيضاً هناك بعض الأغراض العسكرية الدفاعية مع كندا هناك حوار قائم بهذا السدد الأوروبيون يستفيدون من توازن خارجي أيضاً سيكون من الأصعب بالنسبة لهم أن يتعاملون مع التهديد للروسي أو روسيا بشكل عام وعلى الصعيد العالمي الحلف هو الأقوى من حيث القوى العسكرية ليس هناك أي جهة لديها نفس القدرات العسكرية مقارنة بالنيتو وبالتالي بالرغم من الصعوبات التي بعض الأحيان تواجهها الولايات المتحدة مع النيتو فعلى الأكس أعتقد أنه من المهم الحفاظ على هذا الهيكل الذي يعود بالنفع على الجميع للتأكيد فقط سيد ريتشارد وايتس من واشنطن أنت تؤكد لنا أن وجهة نظرك تقول أن ربما لا تحتاج حالياً الولايات المتحدة إلى النيتو كحلف أعتذر لقد فقدت الجزء الأول من السؤال لا لا أنا فقط أتابع سؤالي لضيفنا من واشنطن سيد ريتشارد وايتس فقط للتأكيد حتى أتأكد أني أفهمك بشكل صحيح أنت ترى أن واشنطن لم تعود الآن بحاجة إلى النيتو لا 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 هي في حاجة إلى النيتو هي تستفيد من النيتو الولايات المتحدة يمكن أن تعيش بدون النيتو ولكن سيكون العالم أقل أمناً وسلاماً ربما تنفق الولايات المتحدة أكثر على القوات العسكرية لأعتقد أنه من الأصعب بدون النيتو للولايات المتحدة وللشركاء أن يواجهوا التحديات الخارجية كما أشرنا الولايات المتحدة تستفيد من النيتو وبالتأكيد من الممكن أن يكون هناك إعادة تشكيل للنيتو مرة أخرى إذا لم يكن ذلك مطلوباً بشكل ملح ترجمة نانسي قنقر